هذا رجل من أحد الدول العربية يسولف يقول أنا متعود كلما أجي أروح الدوام أمر رجل كبير في السن وأشتري من عنده جريدة يبيع جرائد الرجل يقول الرجل هذا الشايب أعطى يوم الأيام أعطاني درس طول العمر ما أنساه أيه يقول مرة من المرات يوم شريت من عنده جريدة سألتك كيف الحال يا عم؟ قال أبا الشرك بخير والله إني في نعمة الستر استغربت قلت ليش حدت نعمة الستر بالذات يا عم؟ قال لي أني مستورة من كل شيء قلت ما عليش بعض الكلام ممكن يجرحك يا عم لكن ودي أفهم أنا مستورة من أي ناحية ملابسك مرقع وكل رقع لون قال يا ولدي الستر أنوع الستر أنوع يا ولدي يوم تكون مريض لكنك تقدر تمشي على رجلينك وتروح وتجي فهذا ستر من مذلة المرض ويولدي لو في مخباك مبلغ بسيط يكفيك لين تنام وأنت شبعان فهذا ستر من مذلة الجوع ويولدي يوم تكون عندك ملابس لونها مرقعة ورثة فهذا ستر من مذلة البرد يوم تقدر تضحك وأنت حزين فهذا ستر من مذلة الانكسار ويوم تقدر تقرأ الجريدة لبين يدينك يا ولدي فهذا ستر من مذلة الجهل ويوم تقدر تتصل على هيك وتطمن عليهم من حين إلى آخر فهذا ستر من مذلة الوحدة ويوم تكون عندك وظيفة أو مهنة بسيطة ولو بايع جرائي تمنعك من مدة دينك فهذا ستر من مذلة السؤال ويوم الله يبارك لك في زوجتك وعيالك ويوفقهم فهذا ستر من مذلة القهر وتذكر يا ولدي أنك تملك من النعمة يتمنىها ملايين البشر من الناس وهي نعمة الستر والستر يا ولدي ليس ستر فلوس إنما ستر انفوس جعلنا الله وإياكم من المستورين في الدنيا وفي الآخرة